على الجانب الآخر إذا كنا تحدثنا عن واجب المجتمع وواجب الحاكم هل التجار والميسورين يفرض عليهم الإسلام فعلا محددا في هذا الإطار في جاه العمل الدعوي والخيري؟ نعم ما في شك بأن الإسلام فلسفته العامة قائمة على أن هذا المال ليس مالك هو مال الله وأنت لست إلا خليفة على هذا المال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وفي القرآن الكريم آية تقول وفي أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذه الزكاة المفروضة حق معلوم ثم في آية أخرى يبين الله صفات أهل الجنة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم حق ليس حقا معلوما حق هكذا بإطلاق للسائل والمحروم ثم النصوص العامة أيما أهل عرصة باتوا شباعا وفيهم جائع فقد برئت منهم زمة الله النصوص التي تأمر وتحث على كفالة اليتيم وإطعام الجائع وكسوة العالي ومداوات المريض والتنفيس عن المكروب والتفريج عن المهموم وإنظار المعصر وما إلى ذلك الآن مع تعقد هذه الحياة ربما لا يتأتى للتاجر ولا لصاحب المال أن يصل إلى ذوي الحاجات وليس هو متفرغا من أجل أن يستقبل ذوي الحاجات ويستمع إليهم فوجدت هذه الوسائط بين صاحب المال وبين طالبه أو بين صاحب الكربة ومن يستطيع تنفيسها في هذه المنظمات وهذه الأجسام الدعوية الموجودة على امتداد بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين فينبغي للتجار وأصحاب الأموال أن تكون لهم وصلة بهؤلاء القائمين على تلك المنظمات لأنهم يعرفون المواضع التي يوضع فيها هذا المال خاصة مع كثرة المتسولين والمدعين ومن احترفوا سؤال الناس وامتهنوا إراقة مياه وجوهين